ابن الراحة لكل سنة الان واحد امين اخر ستوسنستي يالسوسنستي كل سنة طيبين بنعمة ربنا كل يوم جمعة هندرس مع بعض سفر المزامير طبعا سفر المزامير من الاصفار القريبة من قلوبنا جميعا وكل واحد فينا اكيد كده بيصلي بسفر المزامير كل يوم في الاكبية او ليه كده زي مزمور بيحب يصليه طبعا كويس اللي احنا بنصلي واحنا بنقرأ الانجيل او احنا بنعمل دراسة الانجيل كويس لكل واحد يكون معا انجيله بيخطط فيه وبيكتب فيه حاجات عشان لما نرجع كده نقرأ الحاجات ديت نفتكر الافكار اتكلمنا فيها وتساعد انسان اللي هو كده ممكن يلاقي كده عمق حلو في الارايات اللي احنا بنقراه كلمة مزامير جاية من كلمة عبرية اسمها تهليم تهليم معناها تسبيح وكان الكلمة جاية من فكرة اللمس دين الانسان بالوطر بتاع الموسيقى او الالة الموسيقية عشان كده جاية منها اول ما تلمس الالة الموسيقية تبتدي خلاص هتقوم تسبح هتقوم تغني فالفكرة كلها بتاعة الاسم السفر اللي هو بيشجع الانسان او بيلخص فكرة السفر لو السفر يشجع الانسان على التسبيح ربنا عشان كده حتى هنلاقي في كل مزمور بيبتدي اي بداية في بداية تكون فرحة في بداية حزينة هنتكلم عن الحاجات دي لكن دايما النهاية بتكون نهاية مفرحة كلما راح تيجي ربنا مهما كانت افكاره دايما النهاية بتكون ايه مفرحة طبعا سفر المزمين من الاصفار اللي احنا بنسميها الاصفار الشعرية او اصفار الحكمة احنا عندنا في العهد القديم اربع تقسيم للاصفار فيه اصفار موسى الخمسة اللي هما تكوين خروج لويين عدد تسنية فيه الاصفار اللي هما الاصفار التاريخية اللي هما زي اصفار ملوك اول ملوك تاني اخبار ايام اول وهكذا وفيه الكتب اللي هي الشعرية زي كتب الحكمة وإيوب والمزامير وفيه الكتب اللي هي النبوية زي هو شعيوئيل عموص عبيدين كل دي الأربع أجسام بتاعت الكتب وهدفها بس الفكرة كلها اللي جهز فكر الإنسان لطريقة فهم تعامل الكتاب مع أعلان المسيح يعني مثلا أنا ما جاء أرى كتاب تاريخي عارف اللي أنا هتقابل مع المسيح من خلال علاقته مع واحد يعني المسيح وداود المسيح وشاور وهكذا لما يجي مثلا أرى كتاب زي كتاب الحكمة وكتاب المزامير هلاقي المسيح في الحكمة اللي أنا هشوفها أو هلاقي المسيح في الصلاة اللي أنا بصليها بعمل الروح الكدس وهكذا طبعا سفر المزامير أو فكرة المزامير مش بس مقصورة على سفر المزامير أنتوا هتلاقي مثلا في نحوم واحد أو حبكوك ثلاثة هتلاقي ألمس نحوم كاتب مزمور وحبكوك كاتب مزمور فكرة اللي أنا أعبر بالصلاة بفكرة تهليل أو فرح موجودة في الإنجيل ولكن اهتمت يعني في العهد القديم اهتموا اللي هما ينسبوا سفر المزامير لداود النبي علشان حاجتين أول حاجة أن داود النبي كاتب معظم السفر تاني حاجة أن داود النبي خلى مركز خلى أرشاليم تبقى هي كده مركز العبادة لدرجة الناس اللي هي بعيدة عن أرشاليم أو مش موجودة في أرشاليم تشتائل هاتيك الأرشاليم وعلى فكرة دي حتة مهمة أن أنا الصلاة بتاعتي بتقدس المكان اللي أنا فيه لما صلي في قطي بقدس قطي لما صلي في بيتي بقدس بيتي لما أعد أسمع أغاني وأسمع حاجات ما لايش لازمة أنا كده بلوث بيتي فداود النبي شجع كده أن يكون الأرشاليم ديت مكان صلاة عشان كده جزء من الأساس اللي احنا بننسب لي كده ايه بننسب لي السفر الحاجة الحلوة في السفر داود تخلي بالكو في السفر داود ما بيذكرش كهنة كتير كل اللي بيذكرهم مغنيين أو مرتلمين أو مرتليل معنى كده أن السفر داود مفتوح لنا كلنا دا كان المغنيين بيمشوا قدام الكهنة وكان المغنيين يتنبقوا فالسفر داود كده ايه في دعوة شخصية لكل واحد فينا والسفر المزامير مليان نبوات عن المسيح وأشهرهم مزمور 22 لو بيتكلم عن ألام المسيح ولو تفتكروا كده في لوقة 24 ايه 44 المستاذ المسيح بيتكلم في بقول هو ذا كلام الذي كلمتكم به وأنا ما زلت بينكم أنه لابد أن يتم كل ما في الكتب في الشريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير فالمزامير من زمان دايما بتشير إلى عمل ربنا والسفر المسيح نفسه قال ايه؟ قال خلي بالكو المزامير داية مليانة نبوات عني مليانة نبوات ايه؟ نبوات عني كان دايما اليهودي يحفظ المزمور وأول ما تقوله بس التايتل كده عنوان المزمور يفتكر المزمور كله وعلى فكرة دا مفتاح لفهم كتير من الآيات في العهد الجديد مش هتكلم فيها طبعا في الدراسة ديت لكن مثلا حتى في مورقس 12 هتلاقي المسيح قال حتة من المزمور الانسان اليهودي يفتكر المزمور كله يبتدي بقى ايه؟ بتدي المسيح يتناقش معه يناقش المزمور كله مش بس كده العلمان اللي هو قاله ومعنى كده ان الكنيسة بتدعونا اللي احنا نحفظ المزامير نحفظ المزامير حتى سيد المسيح كان متوقع من كل واحد يهودي بقى حافظ المزامير يمكن حاجة من الحاجات كده اللي احنا شايفينها سلبية في العصر اللي احنا فيه ده ان الحفظ قل بتلاقي الواحد كده لو معهوش مثلا تليفونه معهوش حاجته مش عارف يصلي اقول ايه مش حافظ الحاجات اللي ممكن ايه يصليها كدسين كتير اتكلموا على سفر المزامير كدس اغسطينوس حتى بيسأل بيقول ايه ممكن ما نلاقهوش في سفر المزامير جيروم بيقول المزامير ده انجيل جوه انجيل كدس باسلس الكبير بيقول المزامير ديت هي كنز كل الوصايا صوت الكنيسة وفيها كل اللهوت فلما واحد يدرس المزامير كده بعمق اللي هي الصلاة صلاة طلع كده صلاة مدفوعة من الروح الكدس الى الله هتلاقي فيها عمق مفوش بعد كده عمق انا عايز بس كده يعني النهاردة هنتكلم شوه عن مقدمة عن سفر المزامير وبعد كده ممكن لو في وقت نخش في اول مزمور دايما كده ناس كده بتتلغبط بتقول لهم بيجي اشوف في الانجيلة بص في الانجيلة لاقي المزمور رقمه مختلف عالف الأجبية ليه الموضوع دوت الموضوع ابسط من بسطة فيه فيه ترجمتين مختلفتين فيه الترجمة العبرية اللي هي البيروتية وفيه الترجمة اللي هي السبعينية اللي هي السبتوجينت ترجمة السبعينية قسمت المزامير تقسيمة مختلفة عن الترجمة العبرية يعني ايه من مزمور واحد للمزمور ثمانية هم هم زي بعض جاءت ترجمة مساة السبعينية خلت مزمور تسعة الترجمة العبرية قسمت مزمور تسعة لتسعة وعشرة طبعا كده بقى ايه الاركام اتلغبطت وهكذا فتلاقي كده ايه المزامير لما تيجي تدور عليهم دايما بيبقى في الاختلاف رقم واحد مزمور واحد يعني تسعة هنا يبقى عشر هنا حد عشر هنا وهكذا وبالترجمة السبعينية زودوا اللي هو المزمور اللي هو الاخير اللي نسميه مية واحد وخمسين اللي هو بتاع انا الصغير في اخوتي اللي هو بيتكلم على داود النبي واختياره كملك ولكن العرف اليهودي المعروف او احنا بنتكلم له المزامير في مية وخمسين مزمور وهو دوت العدد اللي هم كانوا بيحاولوا ووصلوله مية وخمسين مزمور فالفرق بين الاكبية والانجيل ان واحدة ماشية بترجمة واحدة ماشية بترجمة تانية فكل واحد انت عارفين الشابترز الاصحاح والحاجات دي حاجات دي تحطت بعدين فالترتيب اللي هم حطينه به يعني ده قالك ده يمشي مزمور واحد ده اسمه مزمورين فباسيكلي عشان كده يسعب يبقى فيه اللقبات مهمة بقى الكلام اللي احنا هنبتدي نتكلم فيه عشان يدينا كده وجهة عامة عن سفر المزامير سفر المزامير بينقسم الى خمس اقسام خمس اقسام بعد الناس بتسميهم خمس كتب امكي وعلى فكرة رقم خمسة دوت رقم مهم ليه لان احنا عندنا كتب موسى الخمسة وعندنا كمان في انجيل متة انجيل متة برضو مكتوب بنفس الطريقة بيسموهم كده ايه يقعد كديس متة يحكي حكايات حكايات وبعد كده يروح واقف وعطي محاضرة طويلة طويلة عريدة بعد كده يكمل حكايات حكايات وبعد كده يدي محاضرة طويلة عريدة الطريقة دي تعادت كم مرة خمس مرات ففكرة خمسة دايما بتفكر الواحد بكتب موسى الاولى بالبداية الجديدة وساعات كتيرة من الاباء هيجوا يقرنوا كل كتاب او كل جزء ايا مع كتب من كتاب موسى الخمسة او ممكن تقرنها بالخمس محادثات في انجيل متة تمشي كده وتمشي كده بصوا الخمس كتب ليهم بصوا نهاية واضحة جدا دايما كده كل كتاب بينتهي او كل جزء ايا في سفر المسابي بينتهي بنسميه بزوكسولوجية تمجيد تمجيد واضح جدا وهأوريكوا كذا مثلا فهو كتاب يتقسم من مزمور واحد لمزمور واحد واربعين اللي بيكتب بيكتب بقى والجزء التاني من اتنين واربعين لاتنين وسبعين والجزء التالت من تلاتة وسبعين لتسعة وثمانين الجزء الرابع من تسعين لمية وستة الجزء الخامس من مية وسبعة لمية وخمسين نقولهم تاني من واحد لواحد واربعين تنين واربعين لاتنين وسبعين تلاتة وسبعين لتسعة وثمانين تسعين لمية وستة مية وسبعة لمية وخمسين تيجي بقى نهاية كل كتاب او نهاية كل جزء تلاقيها تنتهي بسورسورجية ما تشوف مثلا مزمور مزمور 41-13 اللي هو نهاية أول جزء يقولك تبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد أمين فأمين أول كتاب خلص تيجي في تاني كتاب اللي هو تلاقيه في آية 72-18-19 تبارك الرب إله إسرائيل فهو وحده صنع العجائب تبارك اسمه المجيد إلى الأبد وتمتلى الأرض كلها من مجده أمين ثم أمين كتاب الثالث تلاقييها النهايته في صاح 89 تبارك رب إله إلى الأبد أمين ثم أمين صاح الرابع تلاقيه في صاح 106-8 مبارك رب إلسرائيل من الأزل إلى الأبد الشعب كله أمين اللي هو يناول تاب الخامس بينتهي بمزمور 150 اللي هو كله تزبيح أنا مش هلفي اللي أنا أديكوا التأسيمة ديت عشان بس الواحد يعني يبي عنده تأسيمة هي بتساعد فحكتين أول حاجة بتساعد الواحد يقسم الكتاب عشان لما يجي يدرسه يبقى سهر. وتاني حاجة كل كتاب ليه فكرة مختلفة او ليه تركيز مختلف. عشان كده عندما الواحد يجي يدرس يتدي يقول اه طب انا دلوقتي في الجزئية دي فتسحل علي اللي انا ايه اعرف انا فانا الجزئية. اول كتابين بيبقى التركيز بتاعهم على داود النبي وعلى اول كتاب بيركز على خلاصي انا الشخصي. وتاني كتاب بيركز على خلاص الكنيسة. تالت كتاب بيركز على سليمان وبيتكلم على انهيار بيتنبع انهيار المملكة وانهيار المعبد. ولكن في معبد جديد الكتاب التالت. الكتاب الرابع ان ربنا هيعيد كل حاجة ويدينا ارض جديدة. والكتاب الخامس ان ربنا هيدينا ايه? هيدينا كلمته تكون معانا ايه الى الابد. فنبتدي بخلاص شخصي خلاص الكنيسة انهيار ارشاليم والمعبد الجديد. ونبتدي بعد كده نتكلم على الارض الجديدة زي ما في سفر وايه موجود ارض جديدة وسمة جديدة. بعد كده نتكلم على على وجود ربنا معانا. فكل كل سفر او كل جزء من كتاب المزامير ليهيه تركيز معانا. ويتلاقي دايما حاجة حلوة قوي. فيه تلات حركات موجودة في سفر المزامير حلوين قوي. اول حركة تلاقي دايما المزمور معظم المزامير تتحرك من نوح لتسبيح. وتلاقي المزامير لما تمشي فيها كده تلاقي تتحرك من الواحد من حياة شخص واحد الى حياة امة كاملة اسمها اسرائيل. وتلاقي برضو الصلاة بتتحرك من فكرة تركيز مكان العبادة فوق الشليم الى مكان العبادة في كل حتة في العالم. يبقى من حزن الفرح من خلاص شخصي لخلاص الكنيسة كلها من مكان معين للتسبيح لمكان تسبيح في العالم كله. على فكرة دوة التحول اللي بيحصل في حياة اي انسان مسيحي يمشي فعلا مع ربنا. يبتلي بغضل ما يركز على نفسه. ركز على خلاص الناس. بدل ما يحزن يبقى فرحانه. وبدل ما مجهول بمكان معين بيكون قلبه مجهول بالعالم كله. مين كتب سفر المزامير? سفر المزامير كتبوا ناس كتيرة. انا بس هديكم هخش هعد عليهم بسرعة عشان بس يعني يبقى عندنا خلفية. طبعا داود النبي كتب معظم المزامير. سليمان النبي كتب مزمورين غالبا يعني. موسى النبي موسى موسى النبي اللي هو في سفر التكوين يقال اللي هو كتب مزمور من تسعين. وهتلاقي كده مزمور تسعين دوت يا رب انت كنت مالجأ لنا قبل ان وجدت الجبال او كوانت المسكونة انت الله من الازو والابا تلاقي نفسك كلام التعبير هو مستخدم هتلاقي موجود سفر تسنية. اوكي? بعد كده بعض الاسامي التانية اللي هي كتبت سفر المزامير او اشتركت في نقل سفر المزامير او تسبيح سفر المزامير. كلهم ناس داود النبي حطوهم عشان يشتغلوا معاه في الكوير الجمير اللي هو بتاع المزامير. تعرفين داود النبي بنسمي ايه امام المغنيين. كان هو زمان لما كان عايش كرعي للخراف كان يحب المزامير. ولما ملك كان يحب المزامير. فلما بقى ملك ابتدى بقى ايه عشان هو فنان وبيحب التراتيل وكده ابتدى بقى يجمع خرس كبير ويقسمهم فرق وشغلانة كبيرة. فجمع فرق. فمنهم واحد اسمه اساف. موجود اتناشر مرة في المزامير. ويقول حتى هتلاقي قصته موجودة في اخبار ايام الاول. معظم الاسامة دي هتلاقيه في اخبار ايام الاول اخبار ايام التانية. مثلا اخبار ايام الاول يقول لك واجعل اساف رئيسا عليهم. وزكريا معاونا له. يعني في تقسيم داود النبي لما بتدى يقسم بقى مين هيسبح ومين هرتل المزامير. العمل زي خرس كده. دا يقول ايه وده يقول ايه وده يعلي وده يزود. في واحد اسمه هيرمن. برضو دا هتلاقيه في اخبار ايام الاولى. وهذا سجل بالنسبة قادة المغنيين. اولادهم من ابنائهم القاهتين هيمان المغني ابن يائيل. في واحد تاني اسمه اثان. اثان دا كتب بيقوله مزمور تسعة وتمانين. في اللي هم اولاد كورح. دا برضو كتبوا بعض المزامير. وفي اللي هو واحد اسمه يوداثان. دا برضو كتب بعض المزامير. وبعد كده في اللي هو طبعا الامام المغنيين اللي هو داود النبي. فبلاقي اسمه كتيره بس كلهم كانوا شغالين مع داود النبي. وكلهم جزء كبير منهم كان من قريب او قريبين للكهنة. وكانوا بيشتغلوا مع داود النبي. كانوا بيشتغلوا مع داود النبي. حاجة بس كده اولها بسيطة على اولاد اولاد قايشي اللي هو اولاد كورح. يقال يعني ان ابوهم او جدهم دا كان واحد عمل زي ريبيليون. وبعد كده بعد ما عمل ريبيليون يعني عمل انتفاضة كده وعمل مزاهرة. بعد كده اضطرد فهم اتقسموا. بقى في منهم بقى زي الجيت كيبر. لهم شغالين بوابين للمعبد. وشغل منهم بقوا بيغنوا مع داود النبي. ودي هتفرم معنا ما نيجي ندرس المزامير داود هنعرف هتلاقيهم بيتكلموا الواحد يقف على باب الهيكل ويتكلموا على بعض الحاجات اللي بتخص الموضوع داود. فدلوقتي احنا اتكلمنا عن تقسيمة سفر المزامير. الخمس كتب اللي موجودة او الخمس اجزاء اللي موجودة. اتكلمنا على الحركة اللي حصلة في سفر المزامير. اتكلمنا على كتاب سفر المزامير. يعني بس فيه عبارتين في سفر المزامير بنسمعهم كتير. بس احاب كده اللي احنا نوضحهم قبل ما نكمل يعني. في سفر المزامير اوقات كده بنسمع كلمة اسمها سلاه سلاه ونكمل وساعة كتير منعرفش يعني ايه كلمة سلاه سلاه جاية من كلمة عبرية اسمها سيل معناها ايه ترفع والقصد بيها هنا معظم يعني الباحثين يقولك قصد بيها اللي انت ترفع صوت ايه الموسيقى ولكن ليها معنى تاني باللغة القرامية معناها تسجد او توتي على ركبك فمعناها الموسيقى بتاعلى وانت بتسجد وبعض الناس بتقول كان فيه مرد يقول ايه الى الابد لما تسمع كلمة سلاه الموسيقى تاعلى احنا نسجد ونقول ايه الى الابد كانت المزامير ديه زي لحن يغني الشعب واحد يقوله التاني يرد عليه وحتت فيها الانسان لازم يسجد لان الكلام فوق العقل عشان كده حتى في الحان الكنيسة الحلوة فيه حتة تبقى عالية قوي زي كده مثلا في اخر القداس لما يجونا يقول يجي يقول تجي يتيس لقى الصوت بتديعلى كل يسجد الشعب يرد نفس ايه نفس الفكرة فيه سجود فيه رد معنى اللي قال لنا مشترك وهكذا فيه كلمة تانية برضو بتتقال في سفر المزامير اسمها ايه ضرب الاوطار او بالعبري هي جون معناها اكشلي ضرب الاوطار بس معناها ان الاوطار تتدرب بصوت واطي عشان يسمحه وقت للتأمل او قرية الانجيل يعني انت رم تلاقي ضرب الاوطار دي معناها ده وقت تأمل في قرية الانجيل زي مثلا يفكرك مثلا كده في اسبوع الالام لما تيجي مثلا نسمع مزمور على وزن كيبرتو ايه اللي بيحصل اللحنة كده هادي والانسان بيقعد يتأمل في كلام الانجيل نفس الفكرة نفس الفكرة اللي موجودة ايه في الكلمة دي ضرب الاوطار معناها هدوء عشان فيه وقت تأمل المزامير فيه انواع كتيرة منها التير اكتر نوعين موجودين في المزامير او معروفين في المزامير هي مزامير التزبيح ومزامير الحزن او النوح اكتر نوعين معروفين مزامير التزبيح ومزامير ايه النوح مزامير التسبيح ومزامير النوح يعني غالبا ليهم نفس الطريقة وانا ممكن اقولك الطريقة كده بسرعة ليه عشان تساعدني ازاي يصل دي يعني مثلا مزامير التسبيح زي مزمور 107 دايما المزامير التسبيح بتبتدي بايه بطلب كده او الواحد يدعو الحاجة بالارفاع الشكر للرب لانه صالح ورحمته للابد تدوم واحكي له بينادي مناداء اول ما يقول المناداء على طول يقول طب هو بينادي طب ربنا عمل مع ايه يقول هذا يقول هذا مفد الرب الذين افداهم من يد ظلمهم يعني بيقول نشكر ربنا الناس يقولوا طب تشكر ربنا ليه بيقول عشان هو انقذنا من يد الظلمونا بعد كي يقول لهم بقى كان واحد بيحكي الحكاية فيبتدي بقى يحكي لهم السكنة كنت في احتياج يبقى الاول بيدعو الناس تاني حاجة يقول لهم انا ليه باشكر ربنا تالت حاجة بيحكي لهم الحكاية يقول لهم ايه لما 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 شتاهم في البلدان من الشرق ومن الرب والشمال والجنوب تهوا في البرية في سحراء بلا طريق ولم يجدوا مدينة يسكنوا فيها جاعوا وعطشوا حتى خارط نفوسهم في داخلهم فاستغاسوا بالرب في ديكم يقعد يحكي بقى القصة كلها يبقى يقول تعالوا نشكر ربنا ربنا انقذنا ده السبب ويقعد يحكي القصة الطويلة ليه ربنا انقذهم امكي وبعد ما يحكي القصة طويلة لكن لكن هما محتكين ربنا ينقذهم بعد كده يقول بقى يبتدي يرجع تاني ان ربنا انقذهم يقول وهديهم طريق المستقيم بعد كده يوعد ربنا اللي هو يسبحه فليرفع الشكر للرب على رحمته وعلى عجائبه وفي اخر حاجة يقول بقى ليه تاني برفع شكر ربنا لانه اشبع نفس الملتهفة وملأ نفس الجعانة خيرا ليه انا بقول ليه مهم الفكرة دي لان نفسنا حياتنا يبقى فيها نفس التركيبة اجي كده قادوا عن الناس وهم تعالوا نرنم مع بعض الربنا لأسف لأسف الشديد ساعات كتيرة وقت الترانين ده بنخليه وقت عشان نمنا فيه وقت او مثلا الناس بتاكن نشغل حد بيرنم او بس نسلي الوقت لكن هنا يقول ليه تعالوا تعالوا نرنم ربنا ليه لان ربنا عمل معنا حاجات كتير قوي ده انا كنت محتاج وتعبان وحلتي 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 وربنا انقذني ده انا مش عايز ابطل مش عايز ابطل تسبيح لربنا لانه عملي وعملي وعملي ويقعد كده ايه ففكرة الفورمولة بتاعت المزمور دي جميلة تركيبة بتاعت المزمور دي جميلة ده مزمور ايه مزمور الفرح مزمور الحزن مثلا او المزمور النوح مش عايز اقول الحزن مزمور النوح مثلا مزمور 13 دايما يبتدي كده عند الواحد بيسرخ ربنا لأجل المساعدة أغس يا رب لأنه قد انقرد النقي ولما يسرخ ربنا يفكر ربنا بأعمال العظيمة يقوله يقطع رب كل الشفاة الملقى بعد كده يبتدي يحكي عن المشكلة بتاعته وعدا ما يحكي يبين إيمانه بربنا ولكن رب يقول إنقاذا للمساكين واستجابا لتناهدات بعد كده يطلب من ربنا تاني بعد كده يطلب من ربنا أهب الآن يا رب الفرح بعد كده بآخر مصنور يوعد ربنا بالتسبيح نشوف الفكرة دي حلوة خالص يبتدي كده لأنه هو يطلب من ربنا ويصرخله لما يصرخ ربنا بيصرخ بإيمان يقوله ربنا أنت عملت كل حاجات دي قبل كده أنا عارف أنت مين وبعد كده ييجي يوصف لربنا الحالة تانية وبعد ما يوصف لربنا يرجع يقوله ربنا أوصق فيك وبعد كده يطلب من ربنا وبعد ما يطلب من ربنا ينهي صلاته بتسبيح أنا أكتر حاجات اللي أصدرت فيها كده وأنا بحضر سفل مزامير المرفوض الواحد ما فيه صلة في حياته ما ينهيش غير بالتسبيح ما هي فيه صلة في حياته ما ينهيش بالتسبيح معنى كده إن أنا تأثير أو تغيير الصلة ما أخدش فعاليته أكتر نوعية في المزامير موجودة مزامير الاستسبيح ومزامير النوح ونلاقي كده كلمنا عن إزاي المزامير ديت متركب طبعا فيه مزامير موجودة مزامير للشكر مزامير لما الملك بيبقى ملك جديد ويبقى موجود على العرش مزامير الحكمة ومنها أول مزمور هنتكلم عليه وعلى فكرة مزامير الحكمة موجودة بطريقتين يقال لها بتبقى حكمة موجودة وانت بتقراها زي مثلا توبة للرجل اللي لازم يسل فيه مشهورة المنافقين دي حكمة يقال لها بيكون الحكمة موجودة عاملة زي فزورة زي مزمور 19 والفكرة دي على فكرة فكرة الفزورة دي فكرة حلوة واحد من الأباء كان بيقول ترى فين زمان لما اليونانيين بتادوا على يد إلكساندر الأكبر بتادوا يكتحم العالم كله فبقوا يبنوا طرق يبنوا طرق ففي كل طريق بيحطوا علامة عشان يقولك مثلا ده شارع كزا انت رايح على إيست برونزوك رايح على مش عارف ايه حطين علامة فبقوا يعملوا حاجة حلوة الناس بقوا يكتبوا على كل علامة فزورة ليه؟ عشان وانت ماشي هتزهق مع المشوار طويل وما بيمشي مسافات طويلة فتقعد تفكر في الفزورة زي ده وقت الناس ايه طاعت تساين نفسها بتسمع حاجة على الساوند كلاود او ايه حاجة في السكة هم ايه يعود يفكروا في الفزورة دي التسلية بتاعتهم فالانجيل عايز الانسان يشغل نفسه فيروح عاتيك فزورة عشان تفكر فيها بتاع تقول طبوا ربنا قصده ايه بالحكمة دي في مزامير بنسميها مزامير النصرة في مزامير المزامير اللي كان بيقولوها لما يجوا كده يحجوا في أرشاليم وفي مزامير للأداس أو الأداس اليهودي أو الليترجيريا يهودية وفي مزامير لتسبيحة الخليق أنواع مزامير كتيرة ولكن زي ما قلنا أهم نوعين أو أكتر نوعين موجودين هم مزامير التسبيح ومزامير النوع مزامير التسبيح ومزامير ايه النوع بس نقطة كده بسرعة يعني هعد عليها بسرعة المزامير هتلاقي فيها كتير جدا تنبؤات عن مجيء المسيح واحتياجنا إلى المسيح واحتياجنا إلى ايه إلى المسيح وممكن لما نيجي نتكلم عليها نخش يعني ندرسها كده ايه بتركيز أكتر ندرسها بتركيز أكتر فيه فكرة كده حابب أتكلم عنها آخر فكرة قبل ما نتكلم على أول مزامير هتلاقي في المزامير فيه حاجة ساعة بتلغبط الناس هتلاقي في المزامير ساعة المزامير تلاقي كده تبان وكأن المرنم بيدعي على الأعداء يعني مثلا في مزامير مية وتسعة يقول ايه ليطرد من يترقف عليها لينقرد من يترقف عليها ولينقطع من يتحنن على ايتامها مزمور مية سبعة وتلاتين ثمانية يقول ايه يا بنت بابل توبة لمن يجزيكي بما جزيتين بها وتوبة لمن يمسك صغارك وادربهم بالصخرة فبتلاقي تحس كده في المزمور وكأن كده اللي بيصلي بيدعي على الأعداء فتعالوا بس نفهم الحتة دية عشرة حتة دية مهمة هتساعدنا ازاي احنا بنصلي نفهمها لان ليها معاني حلوة جميلة جدا اول حاجة الفكرة كلها ان المزامير دية مش بتدعو يعني التعبير دوت مش قصده انه يتاخد بالطريقة الحرفية ولكن هو صرخة من اجل العدل يعني المرنم بيصرخ من اجل العدل يا رب فين عدلك ده احنا بتوع بابل دول دخلوا بهدلونا اخدوا مراتاتنا واخدوا فلوسنا واخدوا حياتنا و بهدلونا على الأرض فبيصرخ بيطلب العدل بس عشان الجريمة بشعة عشان هو شايف الأمور اللي قدامه بشعة جدا فبيتكلم كبشر بيصرخ كبشر بيوصف المصيبة اللي هو شايفها قدامه عشان كده باقي الكنيسة في اسكندرية كان دايما يقولوا ان اللي هي الأولاد الأولاد والأطفال بيشبهه بالخطية الصغيرة اللي هي لما تتخبط ضد المسيح المسيح يقضي عليها ونفس الفكرة الواحد لما يشوف بشعة الخطية والخطايا الصغيرة كده وازاي الخطايا الصغيرة دي بعدها عن ربنا يحس كده اللي هو ايه بيصرخ وبيضع على الخطية في حاجة تانية مهمة جدا ان فكرة ان الانسان بيدعو في المزامير ديت علشان توضح مشاعر البشر لما بيكون في مصيبة ولكن مش معنى كده ان دوت مقبول عند ربنا يعني ايه يعني مثلا نشوف كده مثلا في سفر قرمية النبي قرمية النبي اكتشف مصيبة اكتشف للناس اللي عايزين يموتوه دول هم اهل بيته فراح في ارمية عشرين 14 ليه ليكن ملعونة ذلك اليوم الذي ولدت فيه ولينحل اليوم الذي انجبنتني فيه امي من كل بركة ليكن ملعونة ذلك الرجل الذي بشر ابك قائلا قد ولد لك ابن فجعل قلبه يفيد بالفرف طب هو ارمية ليه بيلعن واحد راح يبارك باباه لما تولد لا ده صرخة هو بيصرخة من كتر التقلم من المصيبة اللي هو شافه ربنا بعد كده عدبه وقال له ما كانش مفروض تقول الكلام دوت وايوب برد نفس النظام ربنا عدبه وقال له ما كنتش مفروض تقول الكلام دوت فالمزامير بتعبر عن صرخة البشر لما يحصل فيه مصيبة او زي ما بقى الكنيسة اسكندريا علمونا او لما نشوف بشعة الخطيئة فانسان لما بيشوف بشعة الخطيئة بيطلب العدل ضد الخطيئة ضد الشيطان فانسان لما بيشوف برضو المشاكل اللي حصلة وراه ساعات بيشوف كده ايه وبرضه على فكرة هتلاقوا نفس الفكرة موجودة في في سفر سفر الرؤية بيقول كده في سفر الرؤية وهم يصرخون الرب على صوتهم حتى متى ايها السيد الكدوس والحق تؤخر معقبة اهل الارض على ما فعلوه بنا متى تنتقم منهم منهم ندماءنا يعني اتلاقي دايما طلب العدل ان لسه يوم الدينونة مجاش احنا كل ده خلي بالكو فيش حد تعاقب عشان كده محدش يدر يقول ربنا بيعقبني ربنا قال جئتوا لأخلص العالم لكن في ساعة للعقاب في ساعة للمحكمة لسه مجاتش فدية تفرق شوفوا بقى حاجة جميلة جدا عجبتني اوي ايه هو اول حاجة اراها السيد المسيح لما جيه كده يبتدي خدمته ارا من اشعية اشعية واحد ستين واحد يقولي روح السيد رب علي لان رب مسحني لقبشر المساكين ارسلني لقدمة جراح لمنكسر القلوب لأنادي للمسبيين بالعطق والمقصورين بالحرية لأعلى سنة الرب المقبولة ويوم انتقام الهنا يعني المسيح اول ما جيه تكلم قال انا مجيئي يعتبر وكأنه دينون على البشر ليه يعني كل اللي رفضوا المسيح المسيح قال لهم ايه قال لهم ابعدوا عني يفعلي الاسم ابعدوا عني ايه يفعلي الاسم فالصرخات اللي احنا بلايها في المسيح دي صرخات بتعبر عن النفس البشرية لما بتشوف الحاجات اللي هي مش كويسة او بشعة الخطيئة او الجرائم اللي بتحصل بسبب الخطيئة لان الشعب الاسرائيلي تسبب سبب خطيئته فبيصرخوا صرخات زي برضو الانبياء في العهد القديم تبين البشعة ديت ولكن السيد المسيح ييجي ويمسك كل البشعة الخطيئة ديت وتغيرها بمجيئة تاني وتغيرها بمجيئة تاني احنا ممكن كده نبتدي مع بعض يعني كده ببيص غيرها في اول مزمور وبعد كده نبتدي نشوف حسب الوقت هنخلص انت هنخلص انت اول مزمور زي ما قلنا قبل كده هو مزمور حكمة يعني مش هتلاقيه ولا ترتيلة ولا صلة ولكنه حكمة عشان كده حتى تلاقيها قريب قوي من سفر الامثال صح التاني ولك انقاذا لك من طريق الاشعار ومن ناطقين بالاكاذيب ومن الذين يبعدون عن سوء السبيل ويسلكون في طرق الظلم الذين يفرحون بارتكاب المساوئ ويبتهجون بنفاق الشر زي بزبط المزمور اول توب وللرجل لازم يسلك فيه مشهورة النافقين وفيه طريق الخطال هم يقف فيه مجلس المستازين هو هكذا فالمزمور دوت بس كده مقدمة عنه المزمور صغير ولكن عنده فكرة مهمة يقولك اللي انت هتبتدي بيه حياتك او اللي انت ماشي بيه في حياتك دلوقتي هيكرر نهاية حياتك شكلها ايه وكان المزمور دوت بيدعوك لقرائة سفر المزمير كله لانه بيقولك ايه بيقولك توبة للرجل لازم يسلك فيه مشهورة المنافقين وفيه طريق الخطال لم يقف لم يقف لما بيكلم على يسلك مش واحد ماشي في الشيعة ده بيكلم عن حياة بتاعتك حياتي مرتبطة بالخطال ولا مرتبطة بعمل بر من احد الحاجات اللي هتلاقيها في الكتاب في سفر في السفر المزمور الاول بداية الكلمة قالك ايه توبة توبة للرجل كلمة توبة دي دايما تلاقيها في كل بداية جديدة يعني توبة دي جاية خلي بالكم الوحيد المطوب هو الله فلما الانجيل بيقول توبة معناها اللي انا بقيت اعكس سورة الله وشكده وشكده المسيح لما خلق ادم وحاوة باركهم اعطاهم البركة اعطاهم البركة ما فيش ايه في النص ما فيش واحد صالح نص نص والانسان الشرير هو الانسان اللي ماشي بمزاجه الانسان اللي هو ماشي ايه ماشي بمزاجه عشان كده الواحد فينا لازم يشوف هو ماشي ايه بنفسه بانه طريق والطريق اللي الانسان الكويس ماشي فيه طريق فيه فرح معنا نخلي بالكو في مزمور سبعة وثلاثين الانسان الكويس دوت هيلاقي مشاكل في حياته مزمور تلاتة وسبعين المرنم هيقول لربنا يقول لرب ازاي انت بتنجح طريق الخطوة فمعناه ان الفرح في حياة الانسان او الامتلاق في حياة الانسان اللي ماشي كويس مع ربنا مش امتلاق علامي ولكن انسان ايه انسان مليان تعال كدر ناخد اول اية في المزمور مزمور يقول ايه توب الانسان في مشهورة الاشرار وهيكف في طريق الخطئين ولا يجالس المستهزئين ولا يجالس ايه المستهزئين قديس جريجوري النسيانزي بيقول هي جريجوري افنيسا بيقول ان الانسان اللي هو بياخد البركة دي معناه انسان حي لانه بيشترك في ربنا ورجانه يستعلق ويقول ان البركة دي هي فكرة المعرفة في واحد يبقى عارف ايه الصحة من ايه الغلط لكن مع الوقت يضيع البركة دي منه بيدي يقعد يكسر كده ايه البركة اللي ربنا اعطاهوله وبين اقوله انا ربتك صح وعرفتك ايه الصحة والغلط عرفتك النظرات دي مش كويسة عرفتك الحاجات الشرب الحاجات دي مش كويس عرفتك اللي انت تمشي في الشارع ده مش كويس فلكن ايه فالمعرفة اللي انا عارف ايه الصحة من الغلط دي دي نعمة نعمة كبيرة ولازم احافظ عليها خلي بالي منها هتلاقوا على فكرة نفس الايات دي موجودة في حياتك كترة في الانجيل وكأن الانجيل كله نفس الصوت نفس الصنفونية ما تيجي تشوفه قرمية 177 يقولك ايه ولكن ولكن مبارك الرجل الذي يتكل على الرب ويتخذوا معتمد له فيكونك الشجرة مغروسة عند المياه تمتد جزرها الى الجدول ولا تغدى ولا تخشى اجداد الحر المقبل تخيل رمية النبي نفس كلام المزمور انجيل كل جسرخ نفس الصرخ تارفين ما الحاجة كده اللي كنت يعني اعجبتني جدا لما تيجي تبص على ملكة ملكة اسيوبيا كوين وفي شيبة لما راح تقابل سليمان قالت ايه للعبيد اللي قاعدين على التربيزة بتاعتهم قالت لهم توبة لرجالك وطوبة لخدامك المتقلين دائما في حضرتك يسمعون حكمتك خالب سليمان اللي احنا بنسميه كده احكم انسان طبعا بعد المسيح لما هي سمعت كلامه قايت له ده بخت الناس اللي قاعدة بتاكل معك يا بخت الناس اللي قاعدة بتاكل معك كل واحد فينا بيفتح انجيل وكده ويفكر في كلام ربنا يا بخت الانسان اللي يستمتع بكلام ربنا يا بخت الإنسان لا يتبع مشهورة الأشرار طيب الرجل لازم يسلك في طريق المنافقين المشهورة يعني طريقة التفكير خلي بالكم لأنا لما ععد مع واحد هيأثر على طريق التفكير أنا فاكر مرة يعني واحد من أصدقاء الرابين قبل الكهنوت كان بياخد رأيه في حاجة فبيقولي أنا محتار قلت له ليه قالي لأن أنا عندي تلاتة صحاب عارفهم كويس ولو كل واحد حكيت له قصة كل واحد أنا عارف هيقولي إيه بالزبط يعني أنا لو رحت للصاحب اللي هو بعيد عن ربنا شوية هيقولي نصيح لو رحت للصاحب اللي هو نص نص جوه شوية جوه بره شوية يقولي نصيح لو رحت للصاحب اللي أنا شايفه كده متدين قوي هيقولي نصيحة فقالي بقيت أنا بتكلم وارد على نفسي فالفكرة كلها اللي أنا ممكن الناس اللي حوالي يأثروا على فكري عشان كده هنا الإنجيل عطت تلات تلات مراحل أول مرحلة لما واحد يروح يسأل مشهورة واحد شرير يعني أنت متل أخبط والموضوع في دماغك وأي واحد قدامك بتكلمه يروح أعطيك مسيحة غلط تاني حاجة اللي انت بيقولك إيه لا تقف في طريق الخطاة يعني واحد واقف بيتفرج تعف مكون واحد زهقان وكيريس كده عنده فضولية يخش يتفرج على الفيديو دوت يخش يكلم دوت يخش يجرب مع ده يخش عنده فضولية يعق لأن انجيل محدد إزاي تمشي وإزاي تفكر أخطر حالة بقى اللي هو يجلس في مجالس المساهزئين ده بقى واحد إيه العادة أخدته وبقى يتحكمه فيه بل في شريعة الله يبتهج يتأمل فيها نهارا وليلا فيكون كالشجر المغروسة عند مجال المياه تهتي صمارها في حين ورقاها لا ينكسر وكل ما يصنع ينجح فيه كل ما يصنع ينجح إيه ينجح فيه الكديجروم بيقول أن الإنسان اللي هو بيستمتع بوصايا الله هو الإنسان اللي بيتيع ربنا الإنسان اللي بيتيع إيه بيتيع ربنا ويحنى الدرجي قال كلمة حلوة قال الفواكه أو الفروت أو الصمر دوت ممكن يفسر بالإيمان والعمل خلي بقى لكم اللي أنتم تندهوا المهمين ليه؟ بساعة كتيرة أولادنا قلونا طب أقمن إزاي بربنا مش عارف أقمن إزاي بربنا الإيمان ليه كذا جانب بس الجانب منهم ده لما الإنسان بيمشي فصايا ربنا بجد وياخدها بجدية بيكون كالشجر المغروسة على مجال المياه يعني إيه كالشجر المغروسة على مجال المياه؟ الشجر المغروسة على مجال المياه يوضحها أحد من الكدسين اللي هو جيروم ويقول اللي أنت بتبقى شبه المسيح يقول لك تبقى شبه شجرة الحكمة اللي هو المسيح تنفيذ الوصايا بجد والواحد ياخدها بجد معناها اللي أنا ببقى شبه المسيح فما يجيش واحد ييجي يقوليه أنا مش عارف أقمن إزاي بقى أنت لسه مشتش في الوصايا ماخدتهاش بجد في حاجات روحية لا تتفهمش بسهولة لازم ما أحد يدقها عشان كده حتى يقولك إيه يقولك يبتهج بوصايا الله كلمة يبتهج دي دايماً بتتقال على على واحد مولود جديد كلمة الابتهاج دي في الإنجيل بالذات اللي هي مكررة جداً مع إيه؟ مع واحد مولود جديد آخر آية أربعة يقولي ليس كذلك حال الأشهار بأنها مثلة تبنى الذي تبدده الريح يعني إيه مثلة تبنى الذي تبدده الريح؟ كان زمان كده في فلسطين لما وقت الحصاد بيجي فبيعملوا إيه؟ يروح يجيبوا كده الحصاد اللي هو الجرين ويحطوه على على هضبه كده عالية ويقل لي جيبوا حيوان يمشي عليها يقل لي جيبوا مكان يقعدوا يكسروا فيها بعدين اللي يحصل القشر الخفيف اللي هو مش هيتاكل عشان هو على هضب عالية ييجي الهوى يروح شعله كله ويبقى فاضل الجرين اللي هو هيتاكل فبيقول إيه؟ بيقول إن الإنسان الخاطئ أو أسر الإنسان الشرير ده عامل زي القشر اللي بتبتير دي كلها ما لهاش أي لازمة فاضية في الهوى كده فاضية بتطير ما لهاش أي لازمة وأي شهوة وأي خطية تجيبوا وتحركوا ودي جرون بيقول تعبير سعب بيقول حتى لو الإنسان ده ودفقوته هيلاقي كده إيه؟ إنه هو يحرك ليه؟ لأن ضميره كله تلوث ضميره كله إيه؟ تلوث يقول لك عشان كده في الآية اللي بعدها يقول لك لذلك لا تقوم لهم قائمة في يوم القضاء ولا يكون الخطاء مكان بين جماعة الأبرايين بيقول ما فيش إيه؟ ما فيش لغبطة يعني الأشرار دول هيتحسبوا والأبرار دول هيتحسبوا طرق مختلفة تماما بس في حاجة بقى عجيبة جدا يقول إيه بقى الكديش جرون بيقول يقول لك لذلك لا تقوم لهم قائمة في يوم القضاء يعني إيه؟ يعني حتى مش هيقفوا يتحكموا في يوم القضاء لأن ربنا أعمالهم قريدي حكمت عليهم ورجانس يقول ما يستهلوش يقفوا مع أولاد ربنا في يوم القضاء تخيلوا؟ لذلك لا تقوم لهم قائمة في يوم القضاء ما لسه سمحوني أنا باستخدم ترجمة مختلفة عشان سهل علي اللي أنا أكابي العربي بيقول لذلك لا تقوم لهم قائمة في يوم القضاء ما يستهلوش اللي هم يقفوا مع أولاد ربنا وربنا إيه؟ ربنا مش محكمين قريدي عليهم يقول لك بقى آية آخر آية يقول لك إيه؟ لأن الرب يحفظ طريق الأبرار أما طريق الأشعار فمصيرها إيه؟ الهلاك أما طريق الأشعار فمصيرها الهلاك يعني إيه؟ الكديس أغسينس يقول ربنا ما بيعرفش طريق الأشعار مش معنى كده ربنا ما يعرفش كل حاجة ولكن زي ما تتكلم في الإنجيل كده لما يجوا الناس في المجيء التاني يقول لهم أنا لا أعرفكم أنتوا مين؟ طريق الأشعار ده كديس أغسينس يقول لك ولا يجه ربنا عشان كده ربنا هو الوجود أي طريق براه ليس له وجود طريق الأشعار ده إيه؟ ملوش لازمة طب مين هو الطريق الحقيقي؟ هنلاقي دي موجودة في إنجيل يوحنى أنا هو الطريق والحق والحياة لما نقول طريق هننكلم عن حياة أنت اللي عايز تمشي في حياتك لازم تمشي والمسيح نظللك لكن الإنسان الشرير إنسان الشرير أفكار عشان كده خلي بالكو حاجة بسيطة بس على الإنسان الشرير عايز أقولها إنسان الشرير زي ما بيقول سفر أمثال رب طريق تبدو الإنسان قويمة ولكن عقبتها الموت يعني إنسان الشرير ده معظم أفكاره شرير معظم أفكاره بتيجي من نفسه للاقي نقطة دي مهمة إنسان الشرير أفكاره بتيجي من إين؟ من نفسه ممكن من الشيطان وممكن من نفسه فخلي بالي لأن كل أحد فينا بيقعد يفكر ويخترح حاجات جديدة ونتطلع بمبادئ جديدة وحاجات ما كناش يواخدين عليها ومتربين عليها وكل واحد عمل إيه؟ خلي بالك لأن أي فكر ما يجيش من الإنجلي أي فكر ما يكونش بناء أي فكر ما يجيش من الروح الكنيسة الصح ممكن يكون فكر مني أنا والفكر ده تيضمني خلي بالكم فكرة صغيرة تخش مخ الإنسان ممكن ترجعه أسنين كتيرة في حياته واحدة مثلا تاخد نصيحة غلط قبل الجواز دي ممكن يتدمر جوازها واحد مثلا ياخد نصيحة غلط قبل ما يخش الجامعة ده ممكن تدمر مستقبله في الجامعة فيخلي بالنا من القراءة اللي بنسمحها ومهم جدا اللي احنا نكشف أفكارنا سواء لأبع اعترافنا أو أبقنا الروحيين لأن لما أنا بفضح الشيطان خلاص الأفكار الشيطان الأفكار الشيطان دي بتمشي لكن طول ما أنا كده باخد ودي مع الشيطان يكبر والخميرة تكبر والخطيئة تكبر والأفكار تزيد والنظرات الوحشة تزيد ولأنا اتهم الناس وافتكر عنهم أفكار وحشة تزيد لا ما ينفعش ما ينفعش طريق الأشرار يباد ما لهوش وجود بعد كده كل الوقت أنت عملت تضيعه ده وتفكر فيه ومين زعلك ومين عملك ومين قل لك ومين جاب لك طريق ده كله يباد أفكار دي ربنا يحبهاش خالص يحبهاش خالص خالص لكن ربنا يحفظ طريق الأبرار يحفظ حياة الأبرار يحفظ حياة إيه الأبرار المزمور ده لما نيجي نصلي كده تايم المزمير الحكمة دي بتعتبر من راية أشوف بها خطيئة فالمزمور ده وأنا بصلي بشوف كده كل فكر شوف كل خطوة بمشيها هل أنا فعلا شايف طريقين وطحين قدامي ولا أنا من كتر الأخباط اللي قدامي كله عادي المزمور ده ممكن يخليني يتوب توب حياة وممكن يخليني يكون مبارك مطوب ويكون كده إيه لي حياة مع ربنا ربنا يدينا اللي احنا كده نصلي بالروح والحق اللي احنا كل المجد الدائم آمين اللي احنا كل المشاركات ليشأنك اللي اEx